ما عندناش ادنى شك اطلاقا في ان الجيش المصري ولا القيادة السياسية ولا كل اللي قالوا انها سعودية ان الناس دي بيفرطوا في الارض مع كامل احترامي النهاردة اللي بيهيصوا في المحكمة دول مش هقول ليسوا اكثر لا ده هما لا تقارن وطنيتهم او يعني اقصى احلامهم ان وطنيتهم تبقى زي الجندي او العسكرية المصرية واللي يزعل يزعل ما ينفعش ازايد اقول ان النهاردة اللي شافها مصرية ده وطني واللي شافها سعودية خين ولا العكس كل واحد اللي وجد نظر تحترم واللي اتنين وطنيين ولا وان كل الاحترام اللي انا قلقم منه وبصصله بس هو صدام السلطات ده اول صدام بين السلطات التلاتة بعد الدستور بتاع 2014 الدستور ده حاول يوزن العلاقة بين السلطات مهنة هده انت عندك ثلاث سلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية نعم الطبيعي ان السلطة التنفيذية بتاخد قرار بتمضي معاهدة زي معاهدة مثلا ترسيم الحدود البحرية بتاعة حقل ظهر اللي هي مع ابرس واليونان نعم واللي الرئيس هجم عليها برضو وقتها هل معنى كده اننا النهاردة ممكن محكمة القضاء الاداري تحشر نفسها في المعاهدة اللي زي دي مثلا بتاعة ابرس واليونان بس هي ما بتحشرش يا حقل واحد يروح خير هيروح يرفع عضيه جميل ما القضاء لازم ينظر التسلسل الطبيعي ان الدولة اللي هو القيادة السياسية او اللي هو المنطبير رئيس الجمهورية ومن بعده الحكومة بتبرم اتفاق معين دولي ومعاهدة دولية وبعد كده المعاهدة دي بتعرض على البرلمان البرلمان ده هو الممثل للشعب يا يرفض يا يقبل الطعون المفروض بتبقى في اعمال يعني طول عمر محكمة القضاء الاداري دي مع كامل اللي احترام لها بتنصر الطعون على قرارات الحكومة والمحافظين والقرارات الادارية كون ان القرار من اعمال السيادة ولا لا اعتقد المحكمة الدستورية برضو هي اللي هتفصل بين السلطات واللغبات اللي حصلة دي ده رأيي الشخصي ان لسه المطش مخلصش ولسه الموضوع مكمل ولسه فيه كلام كتير اللي اهم من كل ده التناول الشعبي للموضوع بلاش نقلب الموضوع لمطش اهلي وزمالك بلاش قاعد عائر السعودية والسعوديين ونخش معهم في المنازلات حتى لو هم شتموا بلاش احنا نشتموا برضو هم ايه بيشتموا بدأ النهاردة يعني ايه الحرب اللي على سوشيال ميديا حنمشيلكم المصيرين اللي عندنا حنرحلهم شكرا